سيدات والسادة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة حلقة برنامج الجديد أبعاد أخرى هذا البرنامج يناقش أبعاد أخرى لجميع القضايا الحياتية التي تهم مش الشعب المصري فقط ليس الشعب المصري فقط ولكن الشعب العربي والعالم نحاول أن نضع أبعاد أخرى لكل القضايا المهمة التي تترأ على الساحة العالمية فأنك تتحدث عن البعد الاجتماعي وأنك تناقش هذا البعد بموضوعية وحيادية ونظرة ورؤية مستقبلية هذا بعد اجتماعي أنك تناقش شأننا السياسي وبحيادية وتناقشه بموضوعية أيضا هذا بعد سياسي أنك تناقش الفن هذا بعد ثقافي أنك تناقش الفلسفة ويجيب قبراء في الفلسفة فهذا بعد فلسفي ولكن بعد هذه الأبعاد لها أبعاد أخرى يعني ليست كل الأمور التي تطرح على طاولات المناقشات وعلى المحادثات والدراسات تكون دائما مولنة لابد أن لها أبعاد أخرى وهذا ما سوف نحاول أن نكتشفه اليوم لأن العالم تفاجأ بهذه الأزمة أزمة كورونا يبدو أن أمريكا والدول الأوروبية وغيرها من الدول أخذت على غرة بفيروس كورونا ولذلك ارتفعت جدا حصيلة الإصابات والمطافين جراء هذا الفيروس على العكس تماما يبدو المشهد في العالم العربي أكثر بطئا أن العالم العربي لم يكن متفاجئا بهذه الدرجة بسبب أزمة كوروما هل يعترى أن العالم العربي اعتاد على الأزمات أنه اعتدنا في الفقاونا الأخيرة في الفترة الأخيرة أن هناك أذمات كثيرة مرت بالعالم العربي فهو عنده استعداد تلقاء أنه يتعامل مع الأزمة وأنه يتجاوب مع هذه الأزمة فالعالم العربي لم يكن متفاجئا كمفاجأة العالم الغربي وأمريكا والدول الأوروبية بهذا الفيروس في البداية أنا يعني مش حابب أننا نكون كغيرنا من البرامج اللي بتناقش يعني ما هو معروف للعالم كله وبناقش موضوع نقتله بحسا ونتائجه أصبحت معروفة وتطوراته معروفة وأحصياته معروفة الآن لكن نحاول أن نأتي بالجديد دائما في هذا البرنامج نحاول أن نطرح أمل ويعني نطرح بادرة أمل ورجاء للعالم لنطمئن أهلنا في مصر وفي العالم العربي أن هذه غمة وهذه يعني جائحة لابد أن تنتهي إن شاء الله واليوم هنحاول أن نلمي بهذا الموضوع في البداية أسمحولي أرحب بضيوفي الكرام عن يميني الأستاذ الدكتور السيد عبد الرافع محمد وستاذ التغذية والصناعات الغذائية ومستشار العديد من الهيئات والشركات المصرية والعربية والأمريكية أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا دكتور كل سهلا حضاك طيب السلام إزاي كامل إيف كورونا الله الحمد لله طبعا ما إحنا ماشيين صح وبنحافظ على نفسنا صح اللقاية خير من العلاق أنا شايفك بتطمن يا دكتور يعني شايفك هادي ومتطمن ويعني مش منزعج من موضوع كورونا على فكرة الإنزعاج أكتر من لازم بيضعف من جهاز المناعة بسبب المرض الأسرع تمام لازم الله يكون عنده التفاؤل وأمل وثقة بالله أنه سبحانه وتعالى طالما هو ماشي ما بيعملش حالا غلط ومتبع الإرشادات اللي بتتقاله تأكد إنه هو هيبقى سليم يبقى أهم حاجة إنه إحنا ما ننزعجش لا لا نفزع لا ما نفزعش يعني ما حدش يجيله وهيألو أنه طالما أصيبه كورونا أنه هايموت لا 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 الإصابة ليست شرط للوفاة ولازم نقوم بتطمنين عشان ما عرف نتصرف قد يكون الفرنزة العادية نسبة الوفاة فيها أكتر من كورونا بس الناس يعني نسبة الوفاة هنا من 1% إلى 2% في الكورونا الوفاة في الفرنزة العادية ممكن تفصل لخمسة بس عشان برضو الشوق كبير أو المعمول ده هو المدي رعب للناس شوية نتطمن يا دكتور يعني نتخلينا أهدين وريلاكس كده ونرتاح وناخد إجراءاتنا بالراحة ونحضر نتبع الإرشادات ونحضر لكن نبقى متطمنين إن المسألة بس برضو احنا نحافظ على السنة يعني ما نقولش مثلا هنيجي للموتة ديتنا يا دكتور شكرا على يعني بعثة الأمل والطمأنينة اللي انت ديقاننا في أول اللطاء شكرا جزينا لك وعن يا ساري الأستاذ أحمد النحاس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أهلا بحضرتك شكلك منزعج من كورونا والآن وخايف على العكس على النقيد دكتور سيد هادي ومتطمن وانت شكلك منزعج من كورونا إطلاقا والكمامة والبتاع وخايف من كورونا لا إطلاقا أنا لست منزعجا أولا الحمد لله أولا وآخرا على كل شيء الحمد لله في الصلاة وضراء وما يحدث هو نتيجة شيء واحد ناس الله فأنساهم أنفسهم ناس الله فأنساهم أنفسهم المسألة برضو يا سيد أحمد يعني اسمح لي أبدأ معك المسألة مسألة الإيمان بأن هذا عقاب رباني لا 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 للأرض هل تصدر هذه الصورة إطلاقا إطلاقا أنها مسألة عقاب يعني أنا شفت على السوشيال ميديا وشفت حاجة تيري جدا أنها مسألة عقاب رباني من ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب البشر على خطاياهم فهل أنت يعني واخد هذا الاتجاه ربما ولكن ولكن ناس الله فأنساهم أنفسهم كيف إسلامنا منعنا عن أكل كذا وكذا وكذا فأكله الإنسان فأصيب بالكورونا إسلامنا منعنا حتى في المعاملات الحميمة عن التعامل إلا مع الزوجة وبكذا 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 فتعامل الإنسان مع الحيوان فجاء الإسلامنا منعنا عن أكل الزواحف فجاءت الإبولة الدين والرسول إحنا اللي بيجيب الأمراض لنفسنا بالصبت طيب سيد أحمد يا بردو أنا مصر أنت منزعج من كورونا لكن اسمح لي أن أنا يعني أوجه سؤالي لدكتور سيد سيد أحمد يمكن خدني النقطة هي أنه الإنسان عاصى الله وفعل ما نهى عنه الله أكل ما نهى عنه الله فأصيب بالأمراض وده بيخدني السؤال هل هو الفيروس ده فيروس طبيعي مية في المية أو هو فيروس مخلق في الأول اشرح للناس إيه الفيروس المخلق وإيه الفيروس الغير مخلق بسم الله الرحمن الرحيم وفيروس هو الفيروس مخلق يعني إيه الناس فاكين أن المخلق يعني جابه من العدم هو اللي خلقه لا هو على جهاز البي سي ار بيجيب الفيروس وبياخذ الصفة اللي هو عايزة من الفيروس ده على الصفة اللي عايزة من الفيروس ده بيكونهم على الفيروس بحيث انه هو يبقى شد فتكه يعني ايه يخليه اقوى في شدته يعني هو فيروس اذا هو فيروس مخلوق خلق الله ثم يطور لا ومش حد بيخلق حاجة لا هو يعني انا قصدي ممكن يكون غازات ممكن يكون غاز سام لا الفيروس هو عبارة عن ايه حامد نووي محاط بخلية بروتينية ومحتاج ايه عائل او هو متطفل لازم ايه عائل زي الانسان مثلا على حاجة بيتطفل عليه عشان يبدأ في الخلال الجسمية بتاعته يبدأ يتقاصر انا عايز اشرح لناس يعني اخش في عمق موضوع الكورونا ده كشرح تفصيلي كده للناس عايز اوات صح للناس ايه هو الفيروس عشان برضو الناس ما تنزعيكش او من الموضوع ده يعني لدرجة ان هي يعني انا بقول للناس اه اه اتاف وكل حاجة زي فلونزا العديد زي فلونزا عشان نعرف ايه موضوع عشان نعرف نتعامل معه الفيروس النقطة دي يعني من وجهة النظر دي الفيروس هو فيروس مخلوق من دند المايكوباك بكتيريا والعبارة عن ايه زي ما قلنا هو عبارة عن حامد نووي ومغلف بغشاء بروتيني لازم هو كائن حي كائن حي وبيتقاصر وتقاصر بشدة بس عشان يتقاصر بيتطفل على انسان زيه زي الفلونزا العادية زي فلونزا الطيور زي فلونزا الخنزير زي كل دي فيروسات هو بيشكل بيحور نفسه كل ما تحاول تجيب له علاج هو بيحور نفسه وبيحور نفسه هو خطرته من هو بيحور نفسه بشترعة على ما احنا نبدأ نوصل لعلاج معين يكون هو حور نفسه اه اه يحور نفسه لشكل تاني ده هم اللي عملوه بقى خد التحوير عشان اللي قال طبعا مش عمر جازم واحنا منعرفوه اذا كان فعلا حد عمل او لا من ادرجش نجزم به قرعنا العديد من المقالات ويعني رؤى حول هذا الموضوع اتهمات متبادلة ما بين الصين وامريكا حول ما هي تهد احنا مش هنقول ما نجدعه بالنحية السياسية بالشكل السياسي نعم احنا كل هنقولنا عرف الناس يعني ايه مخلق يعني مش امريكا راحب جابته من عدم وهي اللي عملته لا ده هو فيروس قديم وبيحور نفسه وهم عملوا ايه ده لو هم فعلا عملوا كده خلقوه يعني معناها خدوا صفة ورصية من فيروس هنا وصفة ورصية من فيروس هنا وركبوها على فيروس جديد وعشان يطلع بالصور النهائية اللي هو عايزه بيحارب بها حاجة معينة ده كلمة مخلق يعني طيب احنا عرفنا يعني دكتور سيد يعني حدثنا عن مهية الفيروس وتوضيحه طبعا انا عايز اقول ان الدولة المصرية اخذت جهود جبارة مفاجئة هذه الجهود يعني لم يكن في مخيلة اي حد من الشعب المصري ان الدولة ستقوم بهذه القوة وتقوم بهذه الحيوية انا بقول انها حيوية من الدولة واقول انها يعني اجراءات حاذمة وصارمة وعملية فعلا على الارض لمقاومة هذا الاجراء المصر عملت جهود جبارة جدا لمقاومة هذا الفيروس ولكن ينقصنا القليل من الوعي حتى ننجو من هذه الجائحة تعالوا نشوف نطلع فاصل نشوف جيش مصر العظيم عمل ايه احتي بتقديم المعاونة لكافة اجهزة الدولة المختلفة اهلا وسهلا حضرات السادة المشاهدين يعني دولة تقوم بمجهود جبار في اطار هذا المجال حقيقة وهذا شهادة يشهد بها القاسي والداني ان الدولة تقوم بمجهود جبار للحفاظ على صحة المواطن المصري وهو الاولوية بالنسبة للدولة كما اعلن السيد الرئيس واعلن السيد الرئيس الوزراء ان المواطن المصري وصحاته هو الاولوية هو البرورتي هو نمر واحد المواطن المصري لا بد ان يحافظ عليه لانه ثروة حقيقية في هذا الاطار يعني عشان نبث الامل في نفوس الناس قليلة لان انا ملاحظ ان اهل موضوع خطير جدا موضوع خطير جدا انا لا اقلل ولا ادعو الناس ان هي يعني تتهاون في هذا الموضوع لان انا عندنا مشكلة كبيرة جدا في العديد من البقاء على الارض المصرية مشكلة عدم وعي من بعض السادة المواطنين ان هم لم يأبهوا للتحذيرات الدولة والحظر وهذا الامر لكن هناك بارقة امل دائما هناك دائما بارقة امل لاجاد علاج والخطة التي يتخذوها العلماء وهم الجيش اللي بيعمل في الخفاء هذا الان هذا الجيش الان يحارف في المعامل حتى نجد مخرجا من هذه الازمة انا عندي خبر حلو عندي خبر بيقول ان فيه دكتور استاذ دكتور محمد خفاجي هو وكيل كلية الحسابات والمعلومات في جامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة هذه البيانات الكبيرة سيقوم من خلالها الدكتور ان هذا الدكتور عنده اختراع لجهاز سيقوم بعمل سيرفي مسح لهذا الفيروس واماكن انتشاره مما يساعد على الحد من ظاهرة انتشار كورونا انا يعني همعانى الدكتور محمد خفاجي على الهاتف حاليا وهو هيديني فكرة عن هذا الجانب دكتور محمد ازاي حضرتك اهلا بك يا فندم مرحبا كل سنة حضرتك طيب كان الله فلعون في العمل الدقوبة الذي تقوم به الان انت صحة صلاة يا فندم يعني ربنا يعجي لك ديه ومصر على خير ان شاء الله ان شاء الله مصر محفوظة والازمة ان شاء الله تعدي على خير ومنطمن اهلنا ولكن علينا ان نتبع سبيل العلم حتى نخرج من هذه الازمة تمام هو الحقيقة احنا الاتجاه الوحيد لنا هو العلم غير كده احنا مش نقدر نعدي اي ازمة من ازباتنا غير بالعلم وبالعمل اكيد هم الان العلماء الان والاطباءهم في الصف الاول يتقدمون الصفوف يدافعون عننا فاحنا العلم هو سبيلنا الوحيد ان نخرج من هذه الازمة انا قريت النهاردة خبر على بعض مواقع السوشيال ميديا دكتور ان حضرتك بتقدم حل لظاهرة انتشار فيروس كورونا هو احنا طبعا احنا يعني كجامعة اليوم كان من اليوم الاول لخطة البحثية للجامعة وتوجهها لي الامحافة التطبيقية نعم هي بتحل المشاكل الخاصة بالمواطن بشكل كبير جدا نعم اول ظهور فيروس كورونا كنا احنا شغاليه كمجموعة بحثية واحنا على فكرة اول مجموعة بحثية فيه تحليل بيانات الكبيرة على مستوى جمهورية مصر عربية يعني ايه البيانات الكبيرة يا دكتور عشان السيدة السادة المشاهدين برضو يتابعوا معانا المصطلحات العلمية اللي هي مصطلحة بيانات كبيرة ده بيانات ضخمة اللي هي نتكلم بقى في مليارات البيانات الكيرابيتس وفديتا حجم ضخمة جدا جدا لو احنا مسكحبنا ايسال اوضوع الدول اللي هتكلم فيه فاحنا عندنا مثلا في مصر حوالي 120 مليار موبايل كل موبايل بيرسل بيانات للشبكة اللي هي تقل عن 1000 معلومة في كل يوم يعني خدرك بتتكلم فيه حوالي 120 مليار معلومة احنا محتاجين نعمل لها تحليل ونعمل لها اناليسيز عشان ندير طبع منها معلومة مفيدة يفيد المجتمع طب اوضح معلش الدكتور معايا يعني احنا دلوقتي بنتكلم في استخدمات التكنولوجيا اللي هي الهواتف الذكية هذه الهواتف الذكية بتدي معلومات يعني حضرتك بتستخدم التليفون المحمول التليفون المحمول ده بيدي معلومات للشبكة اللي انت بتتكلم عليها معلومات عن نشاطاتك اليومية صحيح؟ من خلال ده احنا بنقدر طبعا المشروع ده احنا طلعنا منه نموذج اولي اللي ما هيطبق ان شاء الله بشكل عملي هيبعندنا داتة فعلا من وزارة الصحة ببيانات الناس المصابين فبالتالي نقدر نعرف من خلال موبايلاتهم المحمولة موبايلات مين خلطوهم ومن انتشار المرض شكله عامل ازاي نقدر نرسم خريطة تابنى لانتشار المرض ونقدر كمان نتوقع كمان حدوث بؤر تفشي الوباء مثلا لو في حتى على مستوى مبنى معين ان المبنى ده في انتشار وراءة بتبقى بشكل نسبة ان يطلع تايج حقيقية تتعدى 90% تتعدى 90% يعني انا ممكن اقول ان المبنى ده في نسبة انتشار او هيبقى فيه يعني هي الميزة كمان نقدر نعمل يعني هو يتوقع يا دكتور هذا الجهاز يتوقع انتشار الفيروس في مكان معين عشان بس السادة المشاهدين يكون معانا اقدر اعمل اجراء استباقي اننا المبنى ده اعقامه اعمل تحليلات فيه طب هل هي اننا نسأل ازاي يا دكتور ازاي هذا الجهاز سيقوم بتحديد هذه البقرة انها بقرة مبوئة بفيروس كورونا اه الفكرة بكل بساطة ان انا عندي شبكة شبكة المحمول بتاخد بيانات كل او المواقع بتاع كل مستخدم الموبايل ان حضرتك موبايل حضرتك وانت وقف دلوقتي بيبعت للبرج المكان بتاع حضرتك لما بتكنيق المكان تاني مزبوط يبعت مكانك الجديد للبرج مزبوط بشكل شخصي نعم انا بندفع على اماكن اللوكيشن بتاعه مش اللوكيشن يعني اماكن تحركه بس اه اه يعني هو راح من فين لفين فاختلط بمين اختلط بمين اختلط بمين اه لكن احنا مش بنتكلم على بيانات الشخصية نهائيا نعم او بنتعرض على اي بيانات شخصية خالف حتى احنا ببقاش ببقاش حتى في السيستم معروف هو من الشخص ده العماكن اللي اختلط فيها ايه مش معروف الشخص ذاته يعني زي الشخص مش معروف يا دكتور اسمحلي هذاك بتاخد البيانات دي منين البيانات بتاعت الاشخاص المصابين يا دكتور محمد بيانات الاشخاص المصابين الذين سوف يتم تتبقهم انت هتجيبها من السجلات بتاعت وزارة الصحة مزبوط وزارة الصحة لكن انا مقدرش اعرفها وزارة الصحة يليس اتعرفها تمام يعني انا كدكتور محمد خفايق عاملين احنا رموزة اولي موجود انا مقدرش اقول مين المصاب ومين المصاب لكي وزارة الصحة هيلي تقدر تقول اه يعني انت بتاخد البيانات للناس المصابين بفيروس كورونا لما يتعافوا باذن الله يعني طبعا الناس المصابة بفيروس كورونا فهي في الحجر الصحي فهم مش هتحركوا من مكانهم اه لكن انا قدر اجيب الهيستري بتاعهم خدار 14 يوم اللي فاتوا يعني انت جيب الهيستري التاريخ بتاعهم في خلال 14 يوم تعاملوا مع مين فتقدر تحدد بنائنا عليه الاماكن المحتمل انها تكون مصابة بفيروس كورونا يعني هما محتمل الكلام كده صح يا دكتور ولا انا فيهمت غلط اه تمام هو كده بنشوف هو محتمل نقلوا العدوى فين يعني الناس دي اكيد زاروا اماكن اكيد مثلا يعني مثلا في حد فينهم راح كشف عند الدكتور نعم في حد منهم راح مثلا لمكتب معين لبنك معين فهنا عندي احتمالية ان هو يكون نشر المرض في الاناكب ديت كبيرة فانا اقدر اعمل لها تعقيم او اقدر ان انا اعمل لها جزء استباقي للمرض لكن هي نتائجها بتبقى يعني النتائج بتاعتها بتبقى مؤكدة 100% ان تتوقع ان هذا المكان اصيب او لم يصيب انه مش شرط ان المريض ينقل العدوى للمخالط يعني احتمالات انه احنا يعني هيا حتى ايا وزارة الصحة دلوقتي بتعمل ايه بتشوف المخالطين ولكنها بتعمل عزل ليهم فالمخالطين ممكن يكونوش كلهم اتصابوا نعم احنا بنقدر نحدد مين المخالطين لكن مين اللي اتصابوا ومين صرف ديت يعني ما يقدرش اقول مين انت بتحدد المكان انت بتنبه بتقول احتمال المكان ده يا جماعة يكون فيه عدوى او يكون فيه انتشار للمرض صح كده؟ بالضبط كده عشان يبقى عندي انذار مبكر للمرض وقدر اتعامل معه بشكل استباقي مدل ما استنى ما المرض يطلع وبعدين اقول ده اذا كان فيه مرض هنا ايوا دكتور هذا الكلام مباشر جدا احنا طبعا بنتابع كلنا الاخبار في مستوى العالم ونتابع السباق المحموم بين الدول عشان تلاقي مصلة اولاج اولقاح والاجهزة لكشف هذه الاماكن والحد من انتشارها يعني شوفنا الرئيس الامريكي يتحدث في هذا الشأن ويتحدث عن النجود جهاز فعلا للكشف عن الفيروس في خلال مدة قصيرة جدا فانا سعيد ان احنا بنسمع ان في مصر وعلماءنا ماشيين في نفس الاتجاه وان عندنا فعلا هل الجهاز فعلا صنع يا دكتور الحقيقة احنا فعلا احنا قدمنا عملنا نموذج اولي طلع لتايج اولية الحقيقة بدقة عالية جدا ورئيس الجامعة بنفسه عرضه ده احمد جابر عرضه على سيد دكتور خيبع وزين التعليم العالي وهو اهتم شخصيا بيه وطلب مننا احنا نقدمه لأكاديمية البحث العلمي عشان نبدأ فيه تنفيذ السيد وزيري التعليم والبحث العلمي طلب من الجامعة ان تقدم هذا الجهاز الى أكاديمية البحث العلمي اه الحقيقة فيه مشروع مبادرة اقدمها سيد الوزير اللي هي مبادرة تطبق فكرتك مبادرة دي تهدف الاساس للباحثين اللي عندهم افكار تخدم كورونا بالذات بشكل عاجل جدا نعم فيه نداء هو عمله للباحثين انهم يتقدموا بافكارهم اللي هيتم تنفيذها في حلال اسبوع من تقدمها نعم وقال لك حلال اسبوع هيتم البدء في الموافقات على البدء في المشاريع دي سواء المشاريع اللي هيتقدمنا لها الخاصة بالتخميشة المعلومات او فيه مشروعات اخرى تقدموا بها خاصة بجهزة الترفض الصناعي او انضرب لقاحات من الفيروس او اخرى يعني حضرتك بتقول لنا ان الجهاز موجود فعلا ان ان انت قدمت الأكاديمية البحث العلمي عشان تحصله على براءة اختراع بهذا الجهاز او يقر من أكاديمية البحث العلمي فيبدأ التنفيذ العملي والتجاري المعلومة هو برنامج بش جهاز برنامج ايه فاند مانا اسماتش برنامج سوفتوير يعني مش جهاز ابليكيشن يعني ابليكيشن اه تمام يعني ده تصريح حصري من حضرتك ان هذا البحث قدم لأكاديمية البحث العلمي قطوة على الطريق الصحيح بالتوفية دكتور بالتوفية ونتمنى واحنا نتبع حضرتك طبعا ونتمنى ان هذا الجهاز يؤدي الى تقليل الاصابة بهذا المرض شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور محمد خفاجي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم خبر جميل شوفها صفت بيه وده خبر حصري لبرنامج ابعاد اخرى يعني بيعلن لأول مرة على الشاشة ده من اجمل الاخبار اللي اسمحتها النهاردة ده يقول القناع للشخصية اللي عندي احنا بالفعل مصر العزمة نعم مصر يعني انا ما ما بقولش كلامه خلاص انا حسس بده انا حسس بده انا انا شايف ده دولة عزمة يعني يعني على ارض الواقع في دولة عزمة تتخذ اجراءاتها لحماية موطنية بسر في الوقت الذي طور فيه الجميع نعم والذين يدعون قيادة العالم نحو التقدم والرفاهية طواروا وانكفوا على انفسهم في الوقت ذاتي مصر تمد يدها الى الصين بؤرة المرض نعم مصر تمد يدها الى الاشقاء في فلسطين مصر تمد يدها الى ايطاليا بؤرة المرض في اوروبا وقريبا مصر تمد يدها الى اسبانيا طيب هذه على الخارج في الداخل علماء مصر علماء مصر لا يكلونا ولا يملون ويتأبونا دوما وهي باقورة ما يحدث طبعا يعني احنا دلوقتي بنقول في الصف الاول العلماء فيه كمان يعني من الاخبار المبشرة انا اريتهم بارح على السوشيال ميديا انه فيه باحثة في جامعة الاسكندرية في كلية الطب تقريبا هي هذه الباحثة يعني بتجري تجارب على مصر قديم لعلاج بعض الفيروسات القديمة ما سمعت ان الناس بدأت تتكلم في المصر اللي هو بتاع السل و بتاع الملاريا بره وفهي قالت اشوف هذا المصر وقرأت انها يعني اتخذت خطوات ايجابية وان السيد وزير البحث العلمي ذارها وفيه تجارب بتجرى في هذا الاطار علماء مصر لا يكلون منذ ان ظهر هذا الوباء وبإذن الله انا على يقين ان مصر ستخرج بإذن الله عافية متعافية من هذه الازمة وستكون بإذن الله من مصاف الدول العظمى هرجع لك مرة تاني انا بس يعني عايز استغل دكتور سيد عبد الرافع بما انك استاذ التغذية وصناعات الغذائية ومستشار كبرى شركات في مصر والعالم العربي وامريكا ايضا الغذاء في مصر يعني انا عايز اخش في هذه النقطة هذا البعد المهم جدا في حياة المصريين الفترة الاخيرة ازمة الكورونا طرحت حلول محلية لهذه الازمة يعني تسمع حضرتك كده بالبلد كده يقولوا ايه يعني تغرغ ربا مية بملح كل لمون ومية بملح خلوله مش عارف ايه حاجات كده اختراعات طلعت حتى تجد في محال التجارية في الشارع ان هما بيعلونوا عن خلطات معينة للتطهير والتعقيم هل هذه الخلطات والحاجات اللي هما بيعملوها هل لها هذا التأثير والغذاء الشعب المصري لما كان بيتبع الاسس الغذائية السليمة قديما كان شعب صحيح وايه الاعدادات الغذائية اللي احنا بنتبعها الان يعني اللي هي بتضر وتقلل من المناعة عند الشعب المصري بصراحة هو الموضوع ده شائك بالنسبة للمصريين المصريين بادر بلوقتي هو لي اللقب العادات كمان يا دكتور اللي هو الثقافة الغذو الثقافي اللي حصل خدنا الحاجات السيئة للأسف هي دي اللي بنقلدها وبننتبعها لكن الحاجات السليمة ما بنبصلهاش بالنسبة للمطهيرات المطهيرات الموجودة مش كل المطهيرات اللي موجودة في السوق لان اللي بيعملوها مش متخصصين حتى الكحلات اللي بيعوها هل احنا نعلم ان في كحلات بسبب تسامن للجلد أو سامن أصلا يعني الانواع الكحلات كتير إيه صار المصري البروباي البنت طال كتير كتير انا واحد منهم اللي احنا نجيبه هل أنا ما بجيبه وشيب من ريحته كده بعرفه كأنا مستهلك عادي ما ممكن أن نجيب لي أي حاجة ويدهالي وإبادية صريمة ويقولك بدلا ما أعقب إيدي أسمم نفسي أكتر فدي برضو مفهول أنا ما اشتري حاجة اشتريها من مكان منصوب منه عايزين نقول المعلومة الصحيحة للمواطن اشتري ايه عشان هو ده اللي هيتأخر هو أصد حاجة عشان يتأخر بقى بدلا ما نخص المتاهات والناس تقعد تشتغل يعني ليش موضوع الخل واللمون والكلور خلوا اللمون الأول كلور مع ميا كلور مع ميا مع لقتين كلور على لتر ميا وبخاخة ويرش بيها نقول ثاني مع لقتين كلور على لتر ميا على واحد لتر ميا أيها وليمون يحطهم في بخاخة ويرش بيها الأماكن اللي أنا بلمسها المقابد الكلام ده اللي أنا بلمسها فده لازم أطهر بيها وحاجة أهم تانية كمان هرجع لحضرتك قبل ما نخش في هذا الموضوع إن هذا موضوع مهم جدا من نسباليا لكن معايا موضخلة تليفونية من اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق سيادة اللواء أهلا إزاي حضرتك الحمد لله يعني نثمن جهود الدولة في الأذمة الحالية وما تواجهه داخل مصر وخارج مصر في خلال هذه الأذمة طبعا الدولة بتقوم بواجب كبير جدا وكل جراءات الاحترازية كانت سابقة يعني متمشية أو سابقة الحلس عشان كده الشعب الدولة المصرية لم تبدو متفاجئة سيادة اللواء بموضوع كورونا طبعا لم تكن متفاجئة يعني خطوات ثابتة من رئيس الوزراء وعدم ظهور السيد الرئيس خرج بعد ذلك ألقى كلمة فيبدو أن الدولة كانت مهيئة أو عندها خطة لمواجهة هذا الأمر بالضبط قامت بإجراءات احترازية سعالة الاحتواء هذا التحش هذا المرض وأعتقد نحن عندنا موضوع الإصابات أعتقد طفيش جدا ومقارنة ده أوجدوا لأنه نهاردة شباب جاهز نحطوا على الشاشة بعد إذنكم الإصابات عشان المشاهد وتابع معنا وأعتقد أننا نحن ماشيين في طريق الصح والدولة النهاردة النهاردة على مستوى الداخلي متمشين مع الأحداث وسبق الحدث وعلى مستوى الخارج أعتقد الناس كلها اللي بتكلم في موضوع المشاعدات الخارجية أنا بقول للناس لازم تفهموا الوضع يعني لازم نفهم أن البلد لها مصالح مع دول أخرى نعم لابد أن تراعي في أوقات الشدة لابد أن تقف مع هذه الدول حتى تستطيع في نفس الوقت أن يكون تأثير سياسي على موضوعات أخرى ومساكل أخرى وأزمات أخرى نحن مش بعيدين عنها وأعتقد موضوع إيطاليا بالذات ليه بعد سياسي كبير جدا وحيبان في المستقبل والناس اللي ما بتتبعش إيطاليا إيطاليا لها استثمارات كتيرة جدا في مصر نعم ويطلع بالطبع حق لظهر وهذه الاستثمارات الضخمة في مصر الناس مش واخد بلها من هذه القصة بالضبط ويهمنا الاقتصاد أو دهال الدولة يكون لها قائمة لأن ده بينعكس كل وجود على استثمارات ها في مصر بالإضافة أننا لازم يكون مفهوم لكل العالم اللي بتابع الموقف وما بتابعوش أو اللي ما بتابعوش أن إيطاليا شريك أساد في بناء سبد النهضة نعم فعاوز أقول لهم يا سيدة لازم نفهم أن احنا الدولة ما بتمشيش كده هباء ما بتعملش أي حاجة كده من مجرد المنظرة نعم الدولة بتقوم بكل حاجة مخططة وكل حاجة لأهدافه ولها مرضو السياسة حيبان في المستقبل وأعتقد أعتقد كل واحد النهاردة يعني نقطع مسكواته ويبطل إذا كان مش فاهم يقعد ساكن إذا كان عاوز يفهم نفهم وده الموضوعات اللي أنا عاوز أقولها في هذا المجال فضل يا فنن سمعينك فنن فضل إحنا في إطار عارف تشكيل العالم كله ده سؤالي أنا كنت يعني حضرتك أخدت السؤال من على لساني يعني زي ما يقوله كيف ترى العالم بعد أزمة كورونا طبعا العالم يعاد العالم هيعيد تشكيل خليطة البشرية على مستوى العالم باعتبار أن هي الهدف الأساسي لدفشي كورونا وأعتقد ده برضو بيستنزف في موارد كثيرة جدا لكل هذه الدول والدول اللي النهاردة هتبتدي تعيد بيقى فيه كساد اقتصادي لأن النهاردة الموارد النهاردة الموجودة المتاحة هتبقى غير قادرة على أنها تعود ما تم السنزف في مقاوم التازل فروز ومتاحة 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 الخراطة السياسية ومتاحة والخريطة المادية على مستوى العالم والخريطة السياسية سؤال يا فنم سؤال يا فنم لحضرتك حضرتك تتوقع تفكك الاتحاد الاوروبي بعد قزمة كورونا ها طبعا لأن النهاردة فيه مشاكل كديرج حصل بين الدول وخصوصا ايطاليا واسبانيا نهاردة مفيش حصل لهم اي نهاردة مساعدات من الاتحاد الاوروبي ولابد أن يكون الاتحاد الاوروبي كان سباقا أنه ينقذ هذه الدول لأن دي واحدة قصادية كبيرة جدا وكان لابد أن تقف جنبا إلى جنب مخدوا إجراءات النهاردة سيت الليو عملوا 100 مليار يورو تقريبا مساعدات للدول الاوروبية الأكثر احتياجا فرنسا واسبانيا وإيطاليا نعم متأخر وعتقد أنه كان لابد أن يكون هذه الدول سباقة لأن ده بيأثر تأسير كل الدول الاوروبية كتلة وحيدة ما أي مشكلة في أي دول ايطاليا عن عكس العكس الكل على كل أوروبا كان لازم قد تبتلي تعمل توقعات أو مواقف احترازية لحماية أنفسهم لأن ده كتلة واحدة متحريكة مع بعض فإن هذا ما بتلقى الخطر لابد أن تقاومه في مكان لأنه يعني ده حياة اللي حكس عليه لكن للأسف شليد هما ما حسبهاش كده عشان كده عنا نشوف أن هذا تفكك في الاتحاد الأوروبي نتيجة المواقف الغير مجدية اللي تمت في هذا المجال وأول متأخرة اللي مش هتقدر تجيب نتائج لأن خلاص الاندشار الفيروس أكبر من إمكانيات الدول للمواقف سيدة اللي هو اسمح لي أسألك سؤال عن الاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حول ما هي هذا الفيروس وما دلالة هذه الاتهامات بين القطبين الكبيرين شوف أنا تقدير الشخصي أن هذا الفيروس صناعة بشرية النهار ده تم إطلاق وإن تحقيق خدف اتصادي ده تقرير شخصي ولا معلومات يا سيدة اللي هو لا ده شخصي أنا لأمني لكن أنا بقول أن من تتبع أو تحديل هذا الموضوع بقول أن هذا الموضوع يعني ده أسأل حرب البولوجية ده موجودة لكل الدول والدول الكبيرة اللي قد بتعمل على هذا الموضوع وبتدي يعني حاجة من أن ما انتشر نتيجة مقصودة أو نتيجة خطأ لكن هو في النهاية صناعة بشرية تم إطلاقه أو تم ما عملش محاذير معينة وابتدت يؤدي النتائج الخيئة جدا اللي حصلت وأعتقد الصين النهاردة بتتعم أمريكا وأمريكا بتتعم الصين لكن في النهاية أنا أعتقد أنه الأيام القادمة لكن في النهاية بنتفق على أن هذا الفيروس صناعة بشرية سيدة اللواء نورتنا شرفنا بالاتصال حضرتك وطمنتنا الدولة المصرية بخير شكرا جزيلا لحضرتك اللواء محمد رشاد ووكيل المخابرات الأسبق شكرا جزيلا لسيادتك نتطمن أن الدولة المصرية لها خطة عندنا خطة مصر لها خطة مصر دولة عظمى مصر دولة قوية مصر شعبها يستحق وهذا الاهتمام وهذا جهد المشكر العالم علي سيد 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 موضوع الغزاء أنا بيهمني جدا أخذ هذا البعد في المجتمع المصري يقول لنا مسألة الغزاء الذي يتناوله الشعب المصري يعني الناس قاعدة دلوقتي في البيت كلها يعني مرهومش يقولك التسليحة الوحيدة دلوقتي الأكل والشرب والحاجات دي كل الناس قاعدة في البيت فانا خليني أخذ هذه الجزئية من حضرتك هو أنا اتكلمت في المضوضة يعني كتير 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 وكنت بواعي الناس ودايما بنصحهم وقولهم اللي احنا بنعمله ده غلط هيأثر على جهاز المناعة نعم أكلنا العدد بتاعتنا كلها الفاستفوز كلها والمرمشات والشبسيات والحلويات كلها دي كلها مواد مدمرة يعني ناس الفاستفوز اللي هي الأغذية السريعة السريعة الواجبات السريعة اللي فيها مواد حفظة قوية جدا تكوي الحاجات دي كلها مواد حفظة عالية جدا جدا ومواد ملونة ومواد مخصبات للطعم كلها دي مواد كيموية كل دا بيأثر على جهاز المناعة في الجسم بيعمل ايه الفاستفوز والحاجات دي المواد اللي حددك بتذكرها بتعمل ايه كل حاجة أنا ليه لأن مواد حفظة زي ما هي بتموت البكتيريا بره اللي بحطها ما أنا بحطها بكلها بالبطني بتنزل جوه معدتي أو في الأمعاء البيتامينات كلها بيتامين بي بالذات مجموعة كلها بالكامل بتنتص عن طريق بكتيريا طبع أنا الماكل دا مواد الحفظة بتتموت للبكتيريا اللي هي بتنتص البيتامينات اللي أنا عايزة المواد الحفظة دي بيتموت البكتيريا لأنه عصر مدى حفظة بيتموت البكتيريا وأنا أكلتها دخل الجو ما فيه بكتيريا مفيدة جوة المكتيريا المفيدة اللي جوة هي اللي بتنتص الفيتامينات إذن أنا فقدت الفيتامينات دي كلها ما خدتها شيئا أنا ضعفت دي حاجة حاجة تانية مصريين بطلوا الأكلات اللي هي زي الدكتور سيد عبد الرافع بيقول نبطل الفاست فود والفاست فود ما فيها نسبة جوية عالية جدا صعبة الحجاية دي دكتور في مصر إن إحنا نقول للشعب المصري يبطل الفاست فود بنعمل الكلام ده في البيت بس صح إزاي بقى دكتور يعني رب في البيت ما تعمل الأكل اللي إحنا بنعمله بدلا ما إحنا عارفين الفاست فود دي فيها إيه ده كلها دهون وكلها مواد مستوى الدعم وحتى كمان هو عشان يبيع لحاجة رخيصة بروح يجيب حاجات يعني شبك سبايرد وبيضيف لها حاجات تانية عشان يبيع بسعر منافس والسعر منافس ده خطر أنا بشتري حاجة عشان تضمرني بفلوسي فالمفروض أنا لازم أعمل إيه أولا فيه كمان الفاست فود نقلل منه يعني أنا شاهد لو قدرينه ونمنعه أنا مش هعرف المشاهدين ما نمنعه 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 وإحنا كنا عايشين بي طول عمرنا الفاست فود لا نمنعه نمنعه أنا بكلم على الواقع يعني أنا بكلم على الواقع عشان الناس تتقبل مننا الكلام يعني هل إحنا عارفين الفاست فود دوت لو اللحوم هل هي اللحوم ده بيبقى بوائي دهون وحاجات وكلام ومحدش عارف يا رحوم نقلل الفاست فود يا دكتور الحاجات الأكل واجبات السريعة دي نعمل إيه تاني ومهم مجارده عندنا نعمل إيه كمان ناكل فاكهة كتير فاكهة وفاكهة ما أنا أقولها قبل الأكل أي نوع ولا أنواة معينة أي نوع فاكهة قبل الأكل مش بعد الأكل لو قبل الأكل هستفيد بها بعد الأكل مش هستفيد بالفاكهة بالله بالعكس هتديني لصال إفكت تاني عكسي لأنه يحصل تخمرات وتعفن وهيحصل لغازات وهيحصل لكولون وعدم انتصاص كأنني ما كانتش الأكل كله لأن الأكل مش هينطص مش هتخدم مش هينطص عصره هاد ما يحصل فاكهة مهمة جدا فاكهة مهمة جدا تناولها ونقطة مهمة أشهار ناكل الفاكهة جماعة قبل الأكل قبل الأكل زي ما أشار معالي الدكتور أن الفايدة بتاعة الفاكهة بتبقى قبل الأكل مش بعد الأكل نقطة الثالثة يا دكتور برضو الفاكهة دي فيها ميزة حلوة جدا أنها بتعمل على تقوير جهاز المناعة جدا والسترس المواد فيها الحامضية زي الليمون وبرتقال وحاجات دي عشان فيتامين سي أقطع من فيتامين سي في الظروف اللي احنا حلان فيها فيتامين سي تواجد في الجوافة الجوافة مهمة ما جدنا حضرت قلتلي بطعان ولمون بطعان ولمون بس الجوافة أكثر من اللمون الميت جرام جوافة بتعادل فيها فيتامين سي أد كيلو من لمون أو برتقال أو برتقال جوافة أو برتقال البيت جرام جوافة فيها كيلو لمون فيها فايدة كيلو لمون أو كيلو برتقال والتي داهمة على الانتهاء واللي عندي برضو الحاجة القوية جدا في فيتامين سي الفلفل الرومي الفلفل اللي موجود عندنا فيه نسبة فيتامين سي 100 جرام بيعادل كيلو فيتامين سي اللي موجود في كيلو جوافة بيعادل اللي موجود في عشرة كيلو جوافة شعب مصر وفلفل الرومي وربنا إن شاء الله من الحاجة المهمة جدا اسمح لي روح السيد أحمد النحاس فيه نقطة يعني في الوقت المتبقي بمسألة التوعية يا أستاذ أحمد أنا سمعت النهاردة أن فيه قرة يعني سمعت أن فيه عدم وعي خصوصا في الأقالين دي المشكلة دي المشكلة تعارف احنا عاملين دلوقتي زي ايه الدولة المصرية عاملة زي الأب والأم والشعب عامل زي الإبن الصغير اللي مش عايز يسمع الكلام نعم يا أخوانا إحنا بالفعل عندنا وباء ربنا حافظ مصر بأن فيه دولة أيمة على حمايتنا ولكن إحنا باللي بنعمله بنزود ده يعني ده وقت لما تكتشف حركة أن فيه أربع كرة في محافظة بن سويب داخلوا حاجة صحي ليه؟ لعداد سيئة نعم لعدم سماع الكلام العداد السيئة دي اللي هي أعبارها عن أن إحنا حتى حول حضر سيئاتنا لما ننزل السوي يا أستاذ أحمد نعمل إيه؟ الناس أنا بتدافع وتتزحم لابد من التباعد كأن كورونا لا يأتي بالنهار كأن كورونا يأتي فقط بالليل يعني الناس بتخش البيت بالليل لأن كأن كورونا لا يأتي بالنهار وينزلوا يتزحموا على الأسواق وينزلوا يتزحموا على الأفران هتقول إيه للشعب المصري؟ معالي رئيس الوزراء راهن على وعي الشعب المصري نعم وأنا أتمنى أن هذا الرهان يكون رهاناً كاسباً نتمنى يا جماعة ابعدوا عن التجمعات نعم لازم على الأقل يبقى فيه فاصل على الأقل متر بينك ومن اللي جنبك الكمامة يا جماعة التزموا بيوتكم حتى يمر هذا الوباء على حقك نتمنى على الله وندع الله أن يمر هذا الوباء على خير وينتهي من بلدنا كلمة أخيرة أنا ما زلت متفائناً القادم أروع القادم أروع ومصر أعظم ومصر دولة عظمى ومصر لن تنهزم أمام الكورونا بعزمة أبناءها أنا بشكركم أستاذ أحمد أن أحاسم كتب الصحفي دكتور سيد عبد الرافع شكراً جزيلاً لأحضرتك نورتنا وأفتنا شكراً جزيلاً لأحضرتك أعزائي المشاهدين لازم نحارب الكورونا نحارب الكورونا بالوعي نحارب الكورونا ما ننزلش ما ننزلش نقعد في البيت نقعد في البيت لما ننزل نشتري للضرورة ننزل للضرورة نروح الشغل ناخد الاحتطاط بتاعتنا المزبوطة الجوانتي والكمامة مش عيب يعني أنا شايف أن في بعض الناس حتى على السوشيال ميديا مسألة الكمامة والجوانتي بنسبة لهم مسألة يعني بيعتبروها أنها هي محرجة وهذا الأمر الموضوع مفوش في ظهر يا جماعة لازم ناخد الكمامة وناخده الجوانتي لما ننزل نشتري حاجة يريد نعمل طابير نقف فيها ونسيب مسافة عشان نشتري إحنا كلنا نشتري سلع متوفرة الدولة وفرت كل السلع وعندنا سيادة رئيس الوزراء أعلن أن المخزون مصري الاستراتيجي من السلع الغزائية آمن إحنا مش هنجوها يا جماعة إحنا بلد النيل لا يمكن أن نجوها ومصر محفوظة في القرآن وربنا تذكرها ومصر لن يهدمها كورونا بإذن الله كان هذا البعد الآخر لأذمة كورونا هذه اللي حاولنا أن نبث الأمل حاولنا أن نناقش عاداتنا الاجتماعية ونناقش البعد الآخر المجتمعي لمصر المحروسة دائما بإذن الله أرجو أن نكون نلنا استحسنكم أرجو أن نكون صلطنا بقعة ضوء على هذه المشكلة وانتظرونا فيما هو قادم إن شاء الله نكون معكم ونوفيكم بكل الأبعاد الأخرى تحياتي